أهلا بحضراتكم لو جينا كده وتكلمنا عن الهوية وقلنا إيه هي كلمة الهوية تعريفها ممكن يكون إيه هي الكلمة الحقيقة مزيج بين خصائص اجتماعية ثقافية وأحيانا العادات والتقاليد ممكن تدخل فيها جدا كتير إحنا بنقول على نفسنا عندنا الهوية العربية لأننا عرب لكن كل واحد في بلده عنده الهوية الخاصة بتاعته لو أنا مصرية وبتكلم عن الهوية المصرية فأنا بتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا بتخصنا كمصريين أو إيه اللي ميز وخلاني أقول أقدر أقول مجموعة عن مجموعة بلد عن بلد أقول دي الهوية المصرية إيه هي الهوية المصرية خليني أروح لعلم الاجتماع اللي هو ممكن يحدد تفاصيل مختلفة ويعرفني كمين كمان إزاي الهوية دي ممكن بتيجي إزاي أو إزاي أقدر كمان أثقل يعني أخليها لها ثقل مختلف معايا مشرفاني في بيت للكل دكتورة مونة الحديدي أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ومقرر لجنة الشباب وزارة الثقافة أهلا بحضرتك دكتورة مونة من ورانا أنا اللي سعيدة جدا بوجودي في البرنامج العظيم ده بيت للكل وفعلا يعني البرنامج اسم على مسامة بيت للكل وبيحتضن ثقافات متنوع فسعيدة جدا بوجوتي معك أهلا بك على كل شاشاتنا العربية شاشات بيت للكل خليني أسأل حضرتك السؤال ببساطة يعني إيه اللي أقدر أقول الهوية دي بتتكون من إيه؟ يعني لو جينا نتكلم بقى عن التخصص وزي ما حضرتك أشرت كده في المقدمة وتعريف الهوية فإحنا دايما لما بنيجي في الأثناء يعني في المجال العلمي بتاعنا لازم بنعرف المصطلحات بشكل دقيق علشان تبقى الرؤية واضحة ومحددة فلو جينا نتكلم عن تعريف الهوية في علم الاجتماع هنجد أن يعرفوها الباحثين والعلماء بأنها هي بداية لو هنتكلم عن الهوية الشخصية فهي بتشكل الطريقة اللي بيتعرف بيها الفرد على نفسه وازاي بيتصور نفسه في العالم المحيط دي وعلى شان كده وازاي يعني وكيفية التفاعل مع هذا العالم المحيط علشان كده احنا دايما بنقول أن الهوية الثقافية هي مزيج من التفاعل ما بين الفرد وما بين المجتمع بما يتضمنه من عوامل ثقافية واقتصادية والسياسية وأيضا يعني لو هنتكلم زي ما حضرتك قلتي وأشارتي أن لو هنتكلم عن الهوية بشكل عام هي فعلا مزيجة من العادات والتقاليد والمعتقدات والممارسات اللي بيتبنها الفرد ومن خلال هذا التبني بيقدر يتفاعل مع المحيط الاجتماع ومع السياق الاجتماع اللي هو بيعيش فيه واللي هي بتشكل أيضا رؤيته أو رؤية للعالم ودي مهم جدا ولو هنتكلم عن الطرق اللي بيتكون بيها أو بتتشكل بيها الهوية فهناك من العديد من العوامل المتدخلة مع بعضها البعض اللي بتشكل الهوية الشخصية أو الهوية الوطنية ولما بنتكلم عن الهوية لازم نقول إن الهوية فيه هناك هويات متعددة فيه هوية شخصية فيه هوية وطنية فيه هوية ثقافية فيه هوية دينية فيه هوية خاصة باللي احنا بنسميها جنسانية اللي هي خاصة بالنوع الاجتماعي والجندر فكل هوية من الهويات دي لها مجموعة من السمات ومجموعة من الخصائص طيب خلينا ببقى إن احنا بنتكلم في بيت لكل مبدئيا خلينا نتكلم عن الهوية العربية الهوية العربية اللي كل ما بنحافظ عليها بتدينا قوة يعني بتخلينا إحنا كمان كعرب عندنا هويتنا العربية اللي بتساعدنا فبالتالي بتبقى المنطقة كلها عندها نوع من أنواع القوة المختلفة دي حقيقة يعني الهوية العربية إحنا بما إننا يعني الدولة المصرية جزء من الهوية العربية فأكيد إن الهوية وتشكلها بمثل تماسك لمجموعة الشعوب العربية والأوطان العربية بس فيه كل هوية خاصة بكل دولة من الدول وكل وطن من الأوطان ليه خصوصيته الثقافية وخصوصيته السياسية والاجتماعية اللي بتشكل هويته فعلشان كده تشكل الهوية نفسه بيختلف من مكان إلى مكان لأن دي مجموعة الخصائص اللي بيتميز الفردة أو بيتميز الجماعة أو بيتميز المجتمع اللي هو كل بلد وكل جماعة لكن إحنا كعرب الهوية بتاعتنا يعني أكيد عندنا صفات مشتلك خصائص مشتركة وبعدين كل بلد بقى عندها أكتر تفاصيلها الأكتر دي حقيقة يعني مثلا لو هنتكلم عن الخصائص المشتركة ما بين الثقافات العربية المختلفة هنجد أهم حاجة ودي اللي نقدر نقول عليها بتشكل يعني عنصر أساسي من الهوية العربية والهوية الوطنية وهي اللي بتشكل يعني روح الأمة العربية اللي هي اللغة اللغة دي من أهم سمات البلدان العربية أنهم بيتشاركوا في لغة واحدة مع تعبد الدهاجات طبعا بس اللغة العربية هي لغة واحدة وبالتالي بيبقى فيه تيسير لنقل الثقافة والتعرف عليها والتواصل لأن هي دي الأداة اللغة هي الأداة اللي بيقدر الشخص نفسه بيتواصل مع الآخرين بيتواصل مع تاريخه وبيتواصل مع مستقبله بيتواصل في التعرف على السياق اللي هو عيش فيه فلما نتكلم إيه المشترك والعوامل والعناصر المشترك ما بين الثقافات وما بين الهويات العربية هنجد أن أهم عنصر وعنصر رئيسي هو اللغة فلابد من الحفاظ على اللغة من أجل الحفاظ على الهويات هل أقدر أقول كمان إحنا كعرب عاداتنا وتقاليدنا كمان بتشكل هويتنا عاداتنا وتقاليدنا والممارسات والاحتفالات والمعتقدات والممارسات المرتبطة بالمناسبات المختلفة فهنجد أن فيه شراكة كبيرة جدا جدا ما بين العوطان العربية يعني لو جينا يعني أبسط حاجة المأكلات أو أنواع الطعام زي أن فيه شراكة وفيه تشابه كبير جدا ما بين هذه الصنو فيه العادات المرتبطة بالاحتفالات في مناسبات معينة اللي بيتشارك فيها معظم الشعوب العربية فهنجد أن فيه تشابه كبير جدا في الممارسات المرتبطة بهذه العادات وهذه المناسبات والاحتفالات طيب إحنا بقى كمصريين هويتنا بقى المصرية الهوية المصرية تشكيلها الحقيقة على مر العصور كان تشكيل غريب يعني إحنا عندنا حاجات كتير مكتسبات من حاجات كتير جدا عملت الهوية المصرية دي حقيقة يعني لو هنتكلم بقى بشكل خاص عن الهوية المصرية هنجد أن مصر بتتمتع بتاريخ عريق بحضارة ممتدة لألاف السنين وده ترك بصمته بشكل كبير جدا على الهوية المصرية وخلها تمتاز بمزيج من السمات اللي جعلها متفردة ومتميزة عن غيرها من الهويات واللي خلق فعلا ينتج عنه حضارة عظيمة وشعب عظيم وأم قادرة على التحدي ولها الاعتزاز والفخر بهويتها وثقافتها العربية فهنجد أن بالرغم من لما بنتكلم عن الهوية المصرية هي هوية متجزرة عبر التاريخ وبالرغم أنها متجزرة عبر التاريخ ومتجزرة في الحضارة يعني نتيجة الامتداد الحضاري أنا أجد أيضا أنها بتمتاز بأنها ديناميكية وحية ومتطورة وعندها القدرة على الاندماج مع الثقافات المختلفة مع الاحتفاظ بجوهرها الأساسي والأشياء والتفاصيل اللي بتخليها مميزة أو لها خصوصية ثقافية يعني من سنوات اعتبرت أن الدولة المصرية كان عندها زكاء شديد جدا في أن هي طبعا يعني اكتشاف المميوات وبعدين التفكير في أنك تعملي عرض مبهر للعالم كله للمميوات يستقبله رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي وفي نفس العرض ده بتقدمي هويتك وردو بتقدمي الفن المصري بتعودي إلى التاريخ فبتشوفي الهيروغليفي أو الغنى اللي الناس قاعدت تسأل عليه بتقدمي عرض مبهر الناس كان عندها إحساس وطني رائع يعني أنا حتى الناس البسطاء لقيتهم تاني يوم مستمتعين بالأغاني الكلاسيكية مستمتعين بالشكل اللي هو كان يعني ما هواش الشكل عايزة أقول الشكل الشعبي المتعارف عليه فشوفتي ده إزاي في الهوية يعني صراحة ده كان حدث كبير جدا وطرق بصمة كبيرة جدا على الشعب المصري والشعوب العربية كلها لأن حدث نقل المميوات في أثناء افتتاح متحف الحضرات كان ليه أثر مبهر بهر المصريين نفسهم من بهروا بتاريخهم وعراقتهم والعالم كله انبهر بهذا التاريخ العظيم اللي الأجيال الجديدة ما تعرفش عنه حاجة وبالعكس وده اللي احنا بنقوله يعني هذا الحدث على قد ما إنه حدث كبير أبهر العالم إنه عمل إياقظة خاصة بالوعي بتاريخ مصر اللي الأجيال الجديدة قد إيه إن مصر عظيمة فعلا مصر أمة عظيمة ومصر شعب عظيم ومصر من أكتر أو المصريين من أكتر الشعوب نقدر نقول عندهم اعتزاز بهويتهم وفخر بانتماءهم للهوية المصرية والهوية العربية بشكل كبير جدا ولو فيه الأحداث دي متكررة بيتفاعل فيه معاها بشكل كبير جدا المصريين وبالعكس بيبقى عندهم إحساس بالاعتزاز والفخر بتاريخهم وعلشان كده بنقول ياريت يكون فيه تسليط للدوء على التاريخ المصري والرموز من العلماء والفلاسفة والمفكرين اللي فعلا كان لهم تأثير جبيت كبير جدا في التاريخ المصري أكتر كمان الاحتفالات اللي بتخلي المصري هو قاعد حسس بالفخر والاعتزاز بالفخر والاعتزاز أيوة أنا أنتمي إلى هذا العالم الجميل بتعزز قيم الولاء والانتماء بشكل كبير جدا يعني أنا حاسس أن أنا بنتمي للحضارة دي أنا بنتمي للتاريخ ده أنا بنتمي للدولة العظيمة اللي ضربها يعني بجزرها في مختلف عبر التاريخ ممتدة لألاف السنين ومازالت الحضارة المصرية مترسخة في وجداننا وتصرفاتنا وعلشان كده بنقدر نكتشف الشخصية المصرية حقيقتها الحضارية في وقت الأزمات يعني وقت الأزمات المعدن الأصيل والحضارة الأصيلة المصريين بتبان وهم ببقى دايما عندهم القدرة على التغلب على كل الصعاب وعندهم القدرة على التفاقل والأمل أنه هيقدروا يحققوا الأفضل دايما في المستقبل عندهم الفخر زي ما احنا قلنا والولاء والانتماء بالرغم من كل التحديات لنقدر نقول أن مصر والمصريين وشباب مصر عندهم انتماء وولاء اللي وطنهم واعتزاز بانتماءهم لمصر بشكل كبير جدا وده زي ما أنا بنقول لو شفنا أي أزمة من الأزمات بنشوف قد إيه أن المصريين بيفضوا وطنهم وطراب وطنهم بعمرهم بكل شيء غالي عليهم يعني الوطن عنده أغلى من أي من حياتهم دي حقيقة إحنا كمصريين عندنا كمان يعني يمكن مصر محزوزة بأنه محافظات مصر كل محافظة في مصر لها شخصيتها يعني لها تزي بتاعها لها الأكل بتاعها وده النسيج المصري اللي بيكمل فبقدر أقول آه ده اسكندراني ده صعيدي ده من السويس ده من أهل البحيرة يعني النوبة فأقدر أشوف ده فهو نسيج متنوع بس كله بيصب سيناوي كل ده بيصب فيه النسيج المصري فإذن إزي المختلف عادات الأكل كمان المختلفة مصرية بحتة منظمة اليونسكو دايما بتبقى حريصة أنك تسجلي حاجات من التراثية زي الزي زي الأكلات هل ده كمان ممكن يخلينا نحافظ أكتر على هويتنا إن إحنا نوثق لها طول الوقت نسجلها في منظمات أو إحنا نبقى برضو مهتمين بيها طول الوقت ما يجيش حد من بره مثلا يبقى عايش معنا يبقى عندك ثقافات مختلفة أكلات مختلفة تلغي بعض الحاجات الخاصة بيكي؟ تلغي الخصوصية اللي خاصة بالثقافتنا الخاصة أنا قدر نقول يعني زي ما ذكرت كده حتة اهتمامنا وإن إحنا نسجل مع اليونسكو مش بس فقط الزي أو الطعام وعادات الطعام وأنواع الطعام لكن فيه كمان الفنون يعني فيه السمسمية تم تسجيلها فيه الأراجوز فن الأراجوز ده تم تسجيله إنه أنواع من أنواع الطعام اللي خصوصية مصرية وتفرد المصريين بيه طبعا تم تسجيل بعض الأشياء وفيه مساعي حاسيسة لتسجيل العناصر الثقافية اللي بتميز الشعب المصري والثقافة المصرية إنها يكون مسجلة وولينا الأسباقية في تسجيلها قبل ما زي ما حضرتك بتقولي كده ممكن تتماهى مع ثقافات أخرى ممكن يعني تتداخل وما نقدرش يكون فيه فصل ما بين هذه الأنواع وهذه الثقافات المختلفة حكيد أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتورة مونة الحديدي نورتينا بجد بكل هذه التفاصيل وخلينا نتفق بأنه سيد درويش لما غنى قال أنا مصري كريم العنصرين والهواية العربية بتكمل يعني كله إحنا في نطاق الهواية العربية مصريين وكله بيكمل بعضه في النهاية بشكرك شكرا جزيلا نورتينا في بيت للكل أنا اللي سعيدة جدا شكرا شكرا جدا مشاهدينا إذا كانت الهواية مصرية أو أردنية أو عراقية أو فلسطينية الجميع كله بيبقى موجود في الدائرة العربية الهواية العربية بحتاجة مننا كلنا مجهود مجهود إن احنا نفضل ناس تمتع بيها ونفخر بيها وترفع راسك وانت حاطت كمان جوة قلبك عاداتك وتقاليدك بكل جمالها وبكل تفاصيلها ونفضل في كل مجتمع نحافظ عليها الهوية هي جزء من شخصيتنا وهي اللي هتخلي جيل بعد جيل دايما يبقى عارف هو مين وليه وامتى وازاي احنا عارفين إن احنا في بيت للكل ومننا إليكم دي كانت حلقة اليوم أشكركم واسبحوا على الألف خير